موسيقى مشاهدي قناة الأخبار المغربية اهلا وسلام بكم في الاقتصادية بداية أكد عميد معهد الاقتصاد الهيكلي الجديد في جامعة بكين جاستن لين المغرب والصين يوفراني فرصا واعدة للتعاون من شأنها أن تخلق تحولا هيكليا في مختلف القطعات وقال لين إن هذا التحول يشمل تطور صناعة حديثة ومبتكرة هذا وأشر السيد لين الذي يشغل كذلك منصب مستشار لدى مجلس الدولة وعدوان في لجنة دائمة للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب السيني إن المملكة أبانت عن خبرتها في مختلف المجالات الصناعية مثل قطاع أجزاء السيارات مؤكدا أن بإمكان الصين أن تقدم خبرتها التكنولوجية والاستفادة من نياد العاملة المغربية المؤهلة وكذل ولوج التفضيلي إلى الأسواق الأوروبية حصل مطار محمد الخامس على خمس جوائز وذلك في إطار التصنيف الدولي لجودة الخدمات المطارية لسنة 2023 استنادا على تصويت المسافرين الذين قاموا بتقييم جودة الخدمات المطارية بمختلف جهات العالم إلى أزلال حيث يحتضن الإقليم والمحطة الخامسة ونهائية من الحوار الجهوي حول الاستثمار بحضر الفاعلين الرئيسيين في القطاع الخاص والمنظومة المقاولتية بالإقليم وشكلت المحطة النهائية من هذه المشاورات المنظمة تحذيرا لعقد منتدى الاستثمار في قلب المغرب في شهر مايا المقبل فرصة للوقوف على رهانات تنمية الاستثمارات الخاصة وتقديم حصيلة هذه الأخيرة على مستوى الإقليم ذي طابعي الجبلية إلى أسعار النفط التي ارتفعت اليوم بفضل توقعات بطلب عالمي قوي بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم بينما تعززت المعنوية أيضا من الأمال بأن مشلس الاحتياطية الاتحادي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا على الرغم من صعوبة كبح تضخم في الولايات المتحدة فيما يبدو وسعدت العقود الآجلة لخام بيرنتا تسليم مايا بثلاثة وثمانين سنتا إلى ثنين وثمانين فاصل خمسة وسبعين دولارا للبرميل هذا وفيما يخص أسعار الثهب فقد استقرت اليوم بعد أن سجلت أكبر انخفاض لها في شهر في الجلسة السابقة إذ أثار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مخاوفا من أن المجلس الاحتياطية الاتحادي قد يؤجل المضي قدما في خفض أسعار الفائدة إلى ما بعد يونيو وارتفع الثهب في المعاملة الفورية بصفر فاصل واحد بالمئة إلى الفين ومئة وثمانية وخمسين فاصل سبعين دولارا للأوخية منما تراجعت العقود الأمريكية الأهجل للثهب بصفر فاصل واحد بالمئة إلى الفين ومئة واربعة وستين فاصل ثمانين دولارا نهاية النشر الاقتصادية لليوم نشكر لكم حسن وطيب المتابعة أطيب المنا ترجمة نانسي قنقر